موسيقى قضية حق المرأة في الميراث من أكثر القضايا الشائكة في المجتمع فكثير من النساء حرمنا من حقهن في الحصول عليه أسباب كثيرة هيمنت على واقع حال النساء ودفعت بعض العائلات لحرمان الإناث حصتهن من الميراث الأمر يرجع إلى التنشئة الاجتماعية أنت تعلمين نحن بحكم أننا دولة عربية كغيرنا من دول العربية عندنا الصفة الذكورية هي المسيطرة على المجتمع ينظر إلى الإرث كأنه أمر حكر على الرجال حتى تنشئتنا لبناتنا أنه ليس لازم أن نتطلب بمثل هذا الحق وهذا أمر في عيب وفي حرام وفي مخالف للعادات والتقاليد وكأنها ترتكب جريمة قد تفوق في نظر بعض الناس خاصة الكبار بالعمر جريمة الشرف معويقات اجتماعية قانونية قضائية تواجه النساء وتحرم الكثير منهن من الميراث بشكل مباشر أو بطرق ملتوية غياب أليات لإنفاذ القانون وجزاءات رادعة لمن يتحايل على القانون ومن يكره النساء على التنازل أيضا هذا أحد الأسباب وللأسف في فلسطين لم ننجح حتى اللحظة في صنق قانون أحوال شخصية يتفادى هذه الإخفاقات وصعوبة الوصول إلى المحاكم والقضاء النساء فقيرات في فلسطين هذا النوع من القضايا تطلب إمكانيات مالية بما يتعلق بحصر الأرض وفيما يتعلق بمسح الأراضي آليات كثيرة من أجل تدابير تمكن النساء من المطالبة بحقهن في الميراث والحفاظ على النسيج الاجتماعي في هذا المجال استخدم الإعلام واستخدم عمليا إطار واسع من التحالفات والتنسيق من أجل إبراز هذا الحق وعلى سبيل المثال كما قلت تم على الأقل تقديم استشارة قانونية لمئات النساء حول حقهن في الميراث هذا الحراك عمليا أنا برأيي ساعد على بلورة مزيد من الثقة بالنفس للنساء لمواجهة التقاليد والقيم والعداد والحواجز الاجتماعية التي تحول من أن يحصلنا النساء على هذا الحق موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة